موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واتمنى يا رب تكونوا بخيروا في احسن حال ان شاء الله بيزدرنا النهاردة هنتكلم عن منحة دراسية ممتازة جدا سأبل ما اتكلم عن منحة دي حب وضح لدي قناتنا وقناة منح من كل الوان هطلع علي الفرص ومنح عديدة جدا بالاضافة كمان ندلوي بصائد الرسم الخاص بنا هطلع علي جميع مقالة المنح اللي احنا من رضع القناة وجميع خدماتنا اللي احنا بنوفرها كمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة بسهولة. طيب خلينا نبدأ على البركة اللي ونتكلم عن الفرصة دي النهاردة. بالنسبة لفرصة النهاردة هو برنامج تدريب من الاتحاد الاوروبي. برنامج ده ممول بالكامل تمام لهذه السنة. اه في حاجة اسمها المفوضية الاوروبية ودي بتقدم تدريب ممتاز جدا لجميع الجنسيات. اه وبيعمل المتدربون في جامعة الحالة المفوضية الاوروبية وخدمتها ووكلتها ومعظمها في بروكسل. المكتب الرئيسي للمفوضية الاوروبية في بروكسل في بلجيكا. تمام? اه وليه فروع تانية في دول الاوروبية عديدة. فبالتالي هيتم توزيع الاشخاص اللي هتم اختيارهم على المدن الاوروبية دي. تمام? اه طيب. هنا عندنا وصف مختصر بالنسبة للتدريب. اه الدول اللي هيكون فيها هيعدة الدول اللي ان احنا قلنا اه الدول الاوروبية. تمام? بشكل عام. والمكتب الرئيسي في بروكسل. اه الجهة المنحة هو الاتحاد الاوروبي او المفوضية الاوروبية. بالنسبة للفعل مستهدفة جميع الدول سواء انت من دول العربية افريقية السيوية بتقدر تقدم على الفرصة دي. بالنسبة لمستوى الدراسة هو تدريب. يعني مش دراسة باكالوريوس او موجستيرا او دكتورالا. انت هتاخد تدريب لفترة معينة في اه احد المجالات. طيب بالنسبة للتمويل الفرصة دي ممولة بالكامل. طيب اه يعني بتغطي كل شيء. الفرصة دي بتغطي الريتب الشهري السكن الاقامة. اه بتغطي لك هين مش بتغطي تساجر الطيور عنك. بتغطي السكن والاقامة وما الى زينك. تمام? اه لان هو تدريب ممول بالكامل وبيساعد الكسير من الطلاب والاشخاص. يعني حتى كمان بيكون متاح للطلاب والخريجين. طيب اه ايه هي المهام اللي انت هتقوم بيها في برنامج التدريب اه تبع الاتحاد الاوروبي. حضور وتنظيم الاجتماعات ومجموعات العمل وجلسات الاستماع العامة. تمام? البحث وصياغة وصائق التحرير النهائية. الرد على استفسارات المواطنين. دعم ادارة المشاريع. ترجمة ومراجعة الترجمات او البحث في المصطلحات. يعني يعني كانك انت كده هتكون زي في هتشتغل معهم. تنظم الاشياء اه مسلا ترتب الاوراق اه اه جلسات الاشياء اللي زي كده هتساعدهم في هزي المواضيع. طب هم يعني عاجزين ان هم يجيبوا اشخاص من داخل الاتحاد الاوروبي واشتغلوا الحاجات دي. الفكرة هنا مش انك تشتغل معهم او الفكرة انه هم مش محتاجين الناس تشتغل معهم. الفكرة ان هم محتاجين يدربوا اشخاص. عشان يفيدوهم بالخبرة بتاعتهم. يعني انت لما تاخد تدريب هتستفاد بالخبرة دي. فبالتالي اه هتقدر تفيد بها اشخاص تانين وبعندك معرفة. لكن هم مش بدورها على الناس تشتغل معهم بدورها على الناس يفيدوها في المجالات دي. تمام? او في التنظيم وفي وفي الادارة وما الى زلك. طيب هم محتاجين ايه من الناس اللي هتتدرب معهم? يعني تكون انت يعني عقلك متفتح تقدر تناقش العديد من المواضيع عندك خلفية عن مجالات عديدة يعني في ناس بتكون دماغ مفهولة شوية ما عندهاش تفكير عن مجالات كتير. لا لازم ديكون يعني عندك اطلاع عام او ثقافة عام. تمام? طيب ايه هي ساعات العمل الاهتيادية? هتشتغل قد ايه? ساعات العمل الرسمية بتبدأ من تمانية صباحا للايه? سبعة مساء. تمام? الحد اللي قدنا لاصطراحة الغداء هو عشرين دقيقة. وبتشتغل تمن ساعات يوميا. يعني انت مش بتشتغل من تمانية مش بتشتغل حداشر ساعة واتنشرة سلعة. انت بتختار فترة زمنية معينة ما بين تمانية لسبعة مساء. تمانية سبعة لسبعة مساء عشان تشتغل تمن ساعات فيهم. وبيكون بمعدل اربعين ساعة اسبوعيا. تمام? طيب مدة التدريب بتبدأ من آآ مارس حتى نهاية يوليو. تمام? فالتدريب ده بالنسبة لالفين تلاتة وعشرين. وبالنسبة للسنة دي الفين اتنين وعشرين هو انتهى بالفعل. بالنسبة لالفين تلاتة وعشرين بيبدأ من مارس حتى نهاية يوليو. تمام? ومتاح لي التقديم الان. طيب شروط التقديم آآ انك تكون على الاقل معاك آآ تلات سنوات دراسية. تمام? يعني تكون طالب مسلا انجاز تلات سنوات من الدراسة او تكون متخرج بالفعل. وتدريب الاتحاد الاوروبي مش محتاج منك خبرة سابقة من اي نوع. تمام? آآ هو هيكون آآ عبارة عن ستة اسابيع من التدريب ومش محتاج يكون عندك اي خبرة. طبعا يفضل يكون عندك مستوى من اللغة الانجليزية او الفرنسية. لان بتجيك بتتكلم اللغة الفرنسية برضو. لو بتعرف انجليزي او فرنسي كويس. يعني مش شغل تعرف الاتنين. تعرف احدهما عشان تقدر تتواصل مع الاشخاص انك. لان العربي مش هيفيدك بايشي انك بتتواصل مع الاشخاص وتفهمهم. تمام? طيب. هنا طبعا ده جروباتنا على الواتساب وجروبنا على التليجرام يا ريت تنضموا عليهم مش هتتواصلكم مع سلمان حد رصيب فور نزولها. آآ طيب تدريب الاتحاد الاوروبي وكمان لو انت عندك آآ آآ لغات آآ تانية اضافية ده بيساعدك كتير جدا وبيخليك ليك مهام احسن وافضل. تمام? طيب آآ الحاجات اللي بتبقى مطلوبة انك يعني تحط بقى الخبرة بتاعتك لو هي الفيلد او المجال اللي انت حابب تنضم ليه حاجة من الحاجات اللي بتوفرها المفوضية الاوروبية حابب تنضم ليها بتوضح. تمام? طيب. وبالنسبة للدول اللي هيكون فيها التدريب وان طبعا احلندنا آآ يعتبر اتحاد الاوروبي اتحادا اقتصادية والسياسية الفريدة بين سبع وعشرين دولة. انت عندك هيتم التوزيعك على احد الدول من السبع وعشرين دولة دول من الاتحاد الاوروبي زي طبعا ايطاليا المانيا بلجيكا وغيره. آآ طيب. هنا بيديك نبزة عن المفوضية الاوروبية كان تاريخ آآ انشاءها الف تسعمائة تمانية وخمسين والذي يقدى في البداية لزيد التعاون الاقتصادي بين ستة بلدان بلجيكا والمانيا وفرنسا وايطاليا ولوكسومورو وهولندا. تمام? وبعد زل ومنذ زلك الحين انضم اتناش اآ اتنين وعشرين عضوا اخرى اتنين وعشرين دول اخرى بالنسبة للمفوضية الاتحاد الاوروبي. تمام? طيب. ده بالنسبة للتفاصيل الخاصة بالتدريب ده. هنا عندنا بعض الملاحزات من سوشل لقناتنا القناة من احمد كل الوامة توفر خدمات اضافية خدمة التقديم بشكل احترافي لايه فرصة من الحين انت عايزها. فرص مضمونة ريبول مساعدة للصفر اول هولندا. من احضر اصام مضمونة ريبول في الصين. خدمة تجيز الاوراق آآ بشكل احترافي وخدمة تقديم على فرص العمل. ولو هي زي خدمة الخدمات دي بتلاهر باستمرات خدماتنا موجود في صندوق الوصف اسفل الفيديو. كمان بتلاقيه موجود هنا. بتملس نورة الخدمة اللي انت مفتم بها. وحلم نتواصل معكم دراتب لي كل شي. هتضغط على كلمة تقدم الان دي عشان يفتح معاك الاعلان الرسمي المنحة. هتلاقي فيك كل التفاصيل زي ما احنا قلناها باللغة الانجليزية. تمام? طبعا بتنتظر خمستاشر ثانية لحد لما بيتم توجيهك للاعلان الرسمي. وبعد كده بي آآ بيفتح معاك الاعلان الرسمي المنحة بكافة تفاصيل. تمام? طيب فتح معنا هنا الاعلان الرسمي. بتلاقي عندك حاجة اسمها تمام? اللي هو بقى اسم التدريب. بتلاقي موضح لك هنا التدريب بكافة آآ التفاصيل بتاعته. تمام? آآ مين اللي يقدر يقدم الشروط على التقديم? ازاي تقدر تقدم? الحاجات دي كلها موضحة هنا. طيب عشان تقدم تضغط على تمام? وبعد كده بتضغط على كلمة خلينا اوضح لكم حاجة مهمة جدا. التقديم آآ في المنحة دي او في الفرصة دي بيتبح حاجة اسمها ده موقع بيكون موجود عليه فرص عديدة جدا. فبالتالي انت لما بتنشئ على الموقع ده بتقدر تقدم على الفرصة دي وعلى فرص تانية كمان از انت حابل. تمام? فبيقول لك اول خطوة انك لازم تروح تعمل على فبتيج تضغط لكلمة دي هنا عشان يفتح معك الموقع. تمام? طيب الموقع ده انا كنت شرحته مئات المرات سابقا في فيديوهات عديدة جدا. فمنع للتكرار انا احط لكم في صندوق الوصف بتاحت الفيديو ده فيديو اخر لمنحة اخرى فيها شرح الموقع ده بالكامل ازاي انت ممكن تقدر تملى فيه. لان مجرد ما انت تعمل على الموقع ده وتملى كل البيانات والتفاصيل انت كده اعتبر خلاص قدمت في الفرصة دي. تمام? فدي كل الفكرة. فنقسم لوكو في صندوق الوصف تحت الفيديو ده فيديو اخر بشرح كافية تقديم في المنحة دي او كافية تقديم في في لان هو كله بيتبع نفس الصيغة ونفس الطريقة. تمام? فكده بشرحنا كل التفاصيل الخاصة بالمنحة بشكل اه يعني كامل. كمان ما تنسوش خدمات الاضافية لو حابين تقدموهم من خلالنا بشكل احترافي. ان شاء الله بازن نلاقيكم بالتوفيق ولابليكم في الفرصة دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.